هذا وقد تميز العهد الزاهل لجلالة الملك المعظم أيضه الله بانتظام العملية الانتخابية من خلال وجود منظومة تشريعية وقانونية تنظم الانتخابات النيابية والبلدية ومع انطلاق الانتخابات التكملية في دائرة الأولى بمحافظة المحرق تتجلى للعيان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية التي ضامنت استمرار المسيرة الديمقراطية في شتى الظروف ثوابت وأسس تسير عليها مملكة البحرين في العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأجواء من الانتظام السياسي والديمقراطي تؤكد على أن ما وضعته مملكة البحرين من تشريعات ضمنت استمرار المسيرة الديمقراطية في شتى الظروف ومع الانتخابات التكملية التي تجرى في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق تتجلى في هذه الانتخابات المنظومة القانونية والتشريعية في مملكة البحرين والتي نظمت سير العملية الانتخابية مثل تعيين مدير تنفيذي للانتخاب التكملي وتشكيل لجنة إشرافية للدائرة وأعلان خطوات الترشح والإجراءات المرتبطة والتسلسل القانوني في قبول الطلبات ورفضها وغيرها من الخطوات التي تتخذها اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخاب وفق للقوانين المنظمة في هذا الشأن لتؤكد البحرين مرة أخرى بأنها بلد يسير على أسس تستعدام بها العملية الديمقراطية ومع أجواء الانتخابات التكملية في أولى المحرق لابد من الإشارة لمشروع جلالة الملك المعظم الريادي والمتمثل في ميثاق العمل الوطني الذي شارك فيه الشعب طموحا ورؤية جلالته لمستقبل زاهر فكان الميثاق انطلاقة لعهد جديد من النشاط الديمقراطي والسياسي واتبعت الميثاق التعديلات الدستورية ولحقها تحديث القوانين والتشريعات لتستأنف بعدها الحياة النيابية في 2002 وهي مستمرة بثبات وفق توقيتها الدستوري وتعتبر تجربة مملكة البحرين في تعزيز قوانينها وتشريعاتها المعنية بالشؤون السياسية والديمقراطية تجربة يشار لها بالبنان خاصة انها جاءت على ارث من الممارسات في تكوين الدولة الحديثة والعصرية ليصبح العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عهدا مشرقا تعززت فيه اركان دولة المؤسسات والقانون ترجمة نانسي قنقر